إلى جانب مباراة الكلاسيكو التي أقيمت في الدور الإسباني بين ريال مادريد وبرشلونة فهناك كلاسيكو آخر بين نجمي دفاع الفريقين أي سيرجيو راموس وجيرارد بيكي ومن المعروف أن اللاعبين الغريمين عادة ما يطلقان التعليقات بعد مباراة الكلاسيكو التي تجمعهم وغالبا ما تكون ذات طابع هجومي وبعد خسارة برشلونة الكلاسيكو الآخر بهدفين دون مقابل خرج نجمه جيرارد بيكي بتصريح متير انتقد فيه أداء ريال مادريد في الشوت الأول من المباراة ولم يستطع برشلونة أن يجد طريقه في الشوت الأول إلى مرمى الفريق الملكي في حين تمكن كل من فينيسيوس جونيور وماريانو دياز من تسجيل هدفه لأصحاب الثيافة في الشوت الثاني ليعود ريال مادريد إلى قمة الدور الإسباني ويتراجع الفريق الكاتالوني إلى المركز الثاني وأصر بيكي على أن فريقه سيطر على المباراة في الشوت الأول ولكنه اعترف أن ناديه لم يكن في أفضل حالاته قائلا كان هذا أحد أسوأ عروض ريال مادريد التي واجهتها في سانتياغو بيرنابيو خلال الشوت الأول وأضاف أنه في الشوت الثاني من المباراة ضغط ريال مادريد كثيرا وأحرزوا الهدف الأول في لحظة مخيبة للآمال مشيرا إلى أنه كان يتوجب على البلاوغرانا تحقيق لاستفادة القصوى من الشوت الأول وتابع بيكي قائلا أنا لا أقول ذلك على سبيل النقد فكل فريق لديه مشاكله كنا قادرين على فرض سيطرتنا ولو استفدنا من الفرص في الشوت الأول لكان من الصعب عليهم الخروج بهذه النتيجة ورغم الخسارة أصر بيكي على أن فريقه سيعود ليفوز ببطولة الدور الإسباني في نهاية المطاف بالقول أعتقد أن لدينا ما يكفي للفوز ببطولة دور الدرجة الأولى ولم تكن هذه التصريحات لتمضي من دون رد من نظيره في الريال سيرجيو راموس الذي شدد في البداية على أنه يحترم آراء الآخرين غير أنه أضاف قائلا وفضل الفوز بكل مباراية الكلاسيكو إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سيء في الشوت الأول كما يعتقد واعترف راموس بأن برشلونة سيطر على الشوت الأول من المباراة على الرغم أنه لم يشكل خطورة على فريقه قبل أن يستعيد الريال المبادرة في الشوت الثاني ويحسم المباراة بهدفين دون رد وأوضح راموس أن المهم في الأمر هو استعادة الصدارة وبالفعل نجحنا في تحقيق هدفنا ولو خسرنا اللقاء لا كنا تخلفنا عن برشلونة بفارق خمس نقاط ولا كان الموقف أكثر تعقيدا لكننا كنا سنقاتله حتى النهاية وشدد راموس على أن ريال مادريد كان بحاجة إلى هذا الانصحار مع الجماهير وإلى هذا الفوز وهذا الفرح رجل رائع ورجل مخيب ريال مادريد وبرشلونة رجل رائع تيبو كورتوا الحارس البلجيكي كان نقطة تحول واضحة في أحداث المباراة بما قدمه من مستويات خلال الشوت الأول كورتوا تصدى لمفرادا من البرازيلي أرطور ومن بعده كرة مماثلة لليونيل ميسي التي شهدت مضايقة من الفرنسي رفايل فاران وآخر أمام مارتين بريت وايت بعد حلول كبديل بشكل مباشر حارس مرمى تشيلس السابق لم يكن المرشح الوحيد فكان هناك تيرشتيغن الذي تألق في الشوت الثاني ومع نيلسون سيميدو الذي قد على خطورة البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل أن يسجل الأخير من الكرة الوحيدة التي مر بها رجل مخيب جوردي ألبا ظاهر برشلونة العائد من الإصابة لم يعطي الإضافة المنتظرة منها في مباراة الكلاسيكو بعدما ظهر بشكل بعيد للغاية عن مستوى ألبا كان سيئا على المستوى الدفاعي ولم يقدم المساهمة الهجومية التي يتميز بها والمعروف عنه طوال مسيرته مع برشلونة لكن ألبا كذلك لم يكن المرشح الوحيد لذلك اللقف معه فينيسيوس الذي اختفى في مراقبة سيميدو بالرغم من مساهمته في الهدف كذلك هناك راموس الذي ترك تمركزه في أكثر من مناسبة ولم يكن بالقوة الكافية في كرات عديدة برشلونة لم يستحق أن يفوز في مباراة الكلاسيكو أكد غويلير مؤامور مدير العلاقات بنادي برشلونة أن نظيره ريال مادريد لم يكن يستحق أن يحقق الفوز في لقاء الفريقين جاء هذا في تصريحات صحفية أدل بها أمور عقب المباراة التي أقمت ضمن مواجهات الجولة السادس والعشرون من الدور الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو لقد ضغطوا علينا وكانت فكرتهم الأساسية هي إيقافنا من اللعب بالطريقة المريحة لنا وبتلك الطريقة نجحوا في صناعة الفرص وأضاف ذلك كلفنا الكثير لكنني في النهاية لا أعتقد أنهم استحقوا أن يحققوا الفوز لقد سيطرنا على المباراة بشكل واضح وهم ضربون بسرعة كبيرة وأكمل قدمنا مباراة جيدة في الشهوط الأول وسيطرنا على المباراة كما صنعنا العديد من الفرص وفقدناهم أمام المرمى وعندما تفعل ذلك أمام ريال مادريد لن تسر الأمور بالشكل الذي تريده بعد ذلك لقد كان عظيما خلال الشهوط الأول وصنع الفرص واستمر في اللعب لكن عندما تخسروا يبدو كل شيء سلبيا بالرغم من ذلك فالفارق لم يكن سيئا وكنا الطرف الأفضل في الشهوط الأول لكن في الثاني الأمور تغيرت وكل شيء أصبح جنونيا